هنتكلم بالفيديو عن الاستخدامات والعراض الجانبية لأدوية المالاريا بس الأول لازم تكونوا تفرجتوا على الفيديو اللي قبل ده لأن الكلام ترتب ايه؟ ترتب على بعض فكروني كده بأول 5 أدوية بنفس الترتيب اللي احنا حفظناه مع بعض عندنا 1 البريماكين 2 كولوروكين 3 ميفلوكين 4 كينين واخر حاجة مجموعة الانتيفوليت دراجز طيب مبدئين كده لو تفتكروا معايا من الفيديو اللي فات إن كل الأدوية بتستخدم في العلاج والوقاية معدى حمود أو كين وهالة الشمس بيستخدموا في العلاج بس إبقى العشر أدوية كانوا بيستخدموا في العلاج والوقاية معدى حمود أو كين وهالة الشمس بيستخدموا في العلاج بس وعرفنا ليه طبعا من الفيديو اللي فات طيب الكلام ده معنى إيه؟ معنى إن الخمس أدوية اللي قدامنا دول بيستخدموا في العلاج والوقاية معدى الدوى الرابع اللي هو كين بيستخدم في العلاج بس حلو حلو طيب بسم الله الرحيم كده تعالى ندخل في التفاصيل ونبدأ في الاستخدامات بتاعت اول دواء اللي هو البريمكين ويستخدم في العلاج الجزري والوقاية من الرلابسنج مالاريا يعني بيستخدم في الراديكا الكيور من الرلابسنج مالاريا اللي بيسببها البلازموديم أوفال وفيفاكس طيب لأن البلازموديم أوفال وفاكس لو تفتكروا معايا برضو كانوا بعيشوا فين في الليفر والبريمكين بيشتغل على محطة الليفر عشان كده هو الدواء اللي هيستخدمه عشان ده بالنسبة لأول استخدام ليه تاني استخدام بستخدمه alternative لل primary prophylaxis يعني ده هو بديل لو primary prophylaxis مش نفعه واحفظه بس معايا كده دلوقتي وهوفاهمكو في الاخر يعني ايه primary prophylaxis ده بالنسبة لإستخدامات أول ده اللي هو المريمى كين طيب بالنسبة لتاني ده اللي هو الكلورو كين ده بتاع كله كلورو بتاع كله بس تعنيفها بالأول قبل ما ندخل في الاستخدامات شوية مصطلحات عشان نعرف نحفظه نفهم الاستخدامات بسهولة عندنا تلات مصطلحات أول مصطلح الكولورو كوين سينستيف فالسي بارم تاني حاجة الكولورو كوين سينستيف نان فالسي بارم وآخر حاجة الكولورو كوين ريزيستانت فالسي بارم حلو حلو طيب أول مصطلح ده معناه معناه ان البلازموديم اللي نوعه فالسي بارم السينستيف للكلورو كوين يعني الكولورو كوين بيتخلص ايه بيتخلص منه طيب أما تاني مصطلح ده معناه أن باقي أنواع أو باقي أنواع البلازموديم برضو sensitive للكلوروكوين يعني الكولوروكوين بجيب معاها نتيجة في استخدمه في علاجها أما آخر مصطلح ده معناه أن البلازموديم resistant أو مقاوم للعلاج يعني الكولوروكوين ما بجيبش نتيجة فما ينفعش أستخدمه في الكولوروكوين resistant فالسفارة حلو حلو و faz 3 مصطلحات bekamen أتعرف على استخدام الكلوروكوين خدد ما زي عاضي como ع thicker килورجواص الشكل Godzilla لن تتعرف على استخدام القولوروكوين Queörung ومن الآن الاواحية chairman ولوروكوين، فلسيباره مش هينفع طبعا استخدم ول Matahi طيب باستخدم ايه باستخدم الثلاثة ادوية الاخارة اللي هم اخر ثلاثة ادوية اللي هم bonachin والكنين والانتفولية باستخدامات اخر ثلاثة ادوية باستخدمها في اللاج والوقاية من ولوروكوين قصة في العلاج لسيباره مع دا الكنين باستخدم العلاج بس بعد ايه الكنين اللي هو الدول الرابع يستخدام وله في العلاج reason اذا لم viستخدم شيء في الوقاية زي ما احنا عارفى نكتب علي الت ستكتب قليل في الميثلوكوين بيستخدم في العلاج والوقاية من الكولوروكوين beneathج المواض시는 للوقاية في الكوروكوين . طيب نكتب ايه في الكنين بيقستخدمه في علاج الكوروكوين و بزود بستخدمه بالنسبة في الحالات الشديدة. طيب اكتب ايه في AbsolutelyDなので Touted Red Rates برضو بتستخدمه في العلاج والوقاية من من الكوروكوين وبزود تستخدمه في علاج و بلى مرض بيتنقلن عن طريق القطط زي ما انتم عارفين في الباردة. ده بالنسبة للاستخدامات بسرعة كده وبمنتهى السهولة تعالوا برضا اقول لكم ببساطة جدا السايد الفيكت بتاعت الخمس ادوية دول وعشان نساهل الدنيا على بعض هنكتب سايد الفيكت مشتركة فيهم هم الكل يعني فيه سايد الفيكت مشتركة في الخمس ادوية ايه السايد الفيكت المشتركة واحد الدي اي تي ابسد يعني بيعمل لي ان في دي اللي هي نوزيا فومتنج ودعرية ثاني سايد mettre مشترك بينهم اللي هي الحساسية اللي هي بتبقى في صورة اللي هو اللي هو هرش طيب اخر سيد دفكت مشترك بينهما الخمسة ان الدوال الاول والاخير اللي هو الخامس واللي قابد الاخير اللي هو الدوال الرابع بيعملوا لي في الناس اللي ايه اللي عندهم ده بالنسبة للسايد الفيكت اللي هكتبها في في الخمس عدوية. بعد ما اكتب المشتركة بزود خاصة بكل دواء. يعني في البريماكين هزود ايه? هزود انه ممنوع اخده اثناء الحمل لانه بيعمل لهيموليتك انيميا في الفيتس يعني في الجنين لان الجنين ما عندهش جوليكوز ستة بوسفيت دي هيدروجينيز. حلو حلو. طيب بالنسبة للكولوروكوين عايزكوا تركزوا فيه معايا لانه اه مهم. اه بسعور الرحيم كده باثر لي على الجسم كله من فوق لتحت. يبقى الكولوروكويني. بتاعته باثر لي على الجسم كله من فوق لتحت. تعالوا بقى معلش ان نكتب مع بعض بتاعتي او بتاعت الجسم بالترتيب كده من فوق لتحت. عندنا اول حاجة فوق البرين او اللي هو سي الناس. تحته الاي العين. وجنبها الاير. وبعد الاير او تحت الاير عندنا الهارد. وجنب الهارد عندنا الانج. واخيرا تحت عندنا او الاستومج. يبقى بالتركيط بها الاورجنز. برين اي اير. هارد لانج استومج. دي الاورجنز اللي بأثر عليها الكولوروكوين. هيعمل فيها ايه? هيعمل لي في البرين او في سي ناس هيدك. وسايكوزيس. يعني جنون. وبريفرال نيروباسي اللي هو التهاب اعصاب. والنيروباسي هيفكرني بسايد افكت اسبو. مايوباسي على نفس وزد. نيروباسي. بعد البرين هيأثر لي على الاي هيعمل لي ريتينوباسي. واحنا عارفين ريتنا يعني شبكية. يعني يعني يعمل لي في الشبكية اللي هي ريتونوباسي. وبعد كده هيأثر لي على الاير هيعمل لي اوتوتوكسيستي. بس خلي بالكم نوع التوكسيستي هنا. الريفيرزابول اوتوتوكسيستي. وحنا عارفين المقطع اللي هو اوتو. يعبر لي عن الايه? عن الاير. حلو حلو. طيب. الصيد بتاعه. كيندين لايك اكشن. اللي هو ايه? اللي هو هايبوتينشن واريزميا. ده صيد على الهارت بمنتهى السهولة. كيندين لايك اكشن. طيب. بعد كده عندنا اللانج هيعمل لي في اللانجرس بايراتوي الرست. في حالك لو خدناه بجرعات كبيرة انترا ماسكولر او خدناه رابد انترا فينس. واخيرا هيعمل لي في جي اي تي نوزيا وفوميدي مدارية اللي هي الاني في دي. وما نساش طبعا الصيد ايف Lucy المشتركة Annepastляются الهيبر السين ستفتي. كده الحمد لله انت attorney اعرفت во فكرة صيدا فكت timة هنكتبها ازاي? وفي المرة قبل ما ندخل على دواة اخرى تعالوا نتكلم عن الكونتر آئنتاكيشن بتاعت الكولورو كوين لحن نتكلم عليها بالمره لان احنا هنطلحها من الصيد ايف هو كونترا اندو كيشن بتاعت الكولورو كوين هنطلحها من اللي هي من الصيد ايف او ببساطة جدا هي هي السايد افكت. يعني ممنوع في الناس اللي عندهم مشاكل في السين اس. ممنوع في الناس اللي عندهم مشاكل في الاي. ممنوع الناس اللي عندهم مشاكل في الاير. ممنوع في الناس اللي عندهم مشاكل في الهارت اللي هو الهارت ديزيز. ممنوع عن الناس اللي عندهم مشاكل في الشيست اللي هي الشيست ديزيز. وكذا. وبزود انه ممنوع اخده مع الانتسد لان الانتسد هيقلل الابزوربشن بتاع ممنوع في مرضين اللي هما السورايزيس والبرفوريا والسورايزيس يعني صطفية لان الاعراض بتاعت المراضين دول بيعملوا ايه بيعملوا مشاكل في السينس فممنوع اخد فيهم الكولوروكين دي الكنترا لنطلعها من السايد افكت تعالوا بقى ندخل على السايد افكت بتاع الدول اللي بعده اللي هو المفلوكين السايد افكت بتاعته اللي هي المشتركة زائد A B C D A B C D طيب اي يعني ايه يعني اريزميا و B اول هي Psychiatric Disorder Psychiatric Disorder Not Us بس اوله B Psychiatric Disorder وال C اللي هي التشنويات يعني وال D Dissiness اللي هي الدوخة والهدك والهدك ده صيد افكت كومان تركزلي عليه ده بالنسبة لليه المفلوكين الدوار الرابع اللي هو كين اللي هو الكنين برضو المشتركة وبزود عليه ايه بزود عليه تلاتة اول حاجة من اسمه بيعمل لي صيد افكت اسمه كينيدين اللي هو هايجوتنشن و اريزميا بعد كده بيعمل لي حاجة اسمها البيلاك ووتر فيفر والاعراض بتاعت البيلاك ووتر فيفر ده بيبقى عندي بلاك يورن اليورن بيبقى لونه السود بسبب بتاع الاربي سيز فالهومجلوبن هينزل فين هينزل في اليورن ويصبوغ باللون السود ده بالنسبة لبلاك ووتر فيفر واخر حاجة سيد افكت اسمه سينكونيزم والسينكونيزم ده عبارة عن مجموعة من الاعراض بتاثر لي على البرين والاي والاير في البرين هتعمل لي هيدك وفي الاي يعمل لي بلار ديفيجن زغلالة وبعد كده يعمل لي تينتس اللي هي زنة في الاير وفي رطايكو اخر حاجة معانا الانتي فوليد راجز بتاثر لي او السيد افكت بتاعها اللي هي برضو السيد افكت المشتركة اللي انتو خلاص حفظتوها وبزود في البيريميسامين بيعمل لي ميجالو بلاستيك انيميا لانه بيعمل لي ديفيجن سي في الفوليك اسد زي ما نعرف في شرح الانيميا ده ببساطة جدا وانتهى السهولة شرح الايه اليوزيس والسيد افكت بدعة الانتي مالاري اشتركوا في القناة